حبايب طلاب السادس الإعداد الأبطال رجعت لك بالمحاضرة الرابعة من الوحدة الخامسة رح نكمل محاضرات الخاصة بمضارع التام البسيط وثم تعرفون أن أشرح لها قبل ثلاث محاضرات عن المضارع التام البسيط بالمحاضرة اللي أشرحنا الأساسيات بالمحاضرة الثانية شرحنا التمرين الأول بالمحاضرة الثالثة شرحنا التمرين الثاني الخاص بمضارع التام البسيط إذا ما شايف المحاضرات السابقة ما أصحك تابع لها المحاضرة أبد نهائيا لازم تروح يشوف المحاضرات السابقة يلا تجي تكمل وياي مبدئين احنا قلنا قبل ما نفوت بالمحاضرة الجديدة لازم نحل اختبار المحاضرة القديمة فاني شرحت لك المحاضرة الاولى والثانية والثالثة وصوت لك بين اختبار على قناة تيليغرام الاختبار طبعا موجود بقناتي انا راح حل لك هذا الاختبار اوكي حتى تشوف وتقارن ما حل لك اذا صح او خطأ طبعا الاختبار خاص بالمحاضرة الاولى والثانية والثالثة هذا الاختبار هو قدامك خاص بالمحاضرات السابقة شوف طلاب باوع متحان يومي محاضرة اولى ثانية ثالثة انا راح حل لك هذا الاختبار هسا قدامك حتى نشوف اذا حل لك صح او خطأ طلاب النقطة لوليش دي يقول دي يقول if you see خالد can you ask him about tonight if you see خالد can you ask him about tonight he can come I فراغ complete اكمل using already استخدم already and an appropriate verb وفعل مناصب هو قاعد لهنان استخدم already انا اش راح اقول له راح اقول له I have هاي اثابته I have already هاي شنو اثابته I have already لانه هو قاعد اللي استخدم already فانا راح اقول له I have already بعدها لازم اجي فعل مناسب للجملة بالتصريف الثالث عندي خالد الجملة مالخالد انا قلت لك شو تقول له راح تقول له الفعل هنانا asked شنو الفعل راح تستخدمه هنانا الفعل تصريف الثالث asked جملة موجودة عندك بالكتاب وحليناها وشرحناها بالمحاضرات السابقة بعدها اخر شيء اللي هو الضمير العائد على خالد him I have already asked him جملة اللي انتهت اروع على الجملة الثانية The teacher not know the class for a long time correct the form of the verb in brackets صحح الفعل موجود داخل القوس الجملة عندي هنانا مضارع تام بسيط شون عرفتها بيها for for a long time والمضارع التام البسيطة هنا بحالة النفي بحالة النفي احنا نخلي low haven't low hasn't والتصريف الثالث استاذي الفوعل منه فوعل the teacher يعني مفرد لو جمع teacher واحد يعني مفرد فاش ياخذ ياخذ هاز وهي من فيه اش راح يصير راح يصير هازنت اش راح يصير عندك هصير عندك هازنت الفعل بالتصريف الثالث no انت اذا ما حافظ التصاريف شغلتك تعبانة اواعد انسالي اذا ما حافظ التصاريف بالنو يصير عندك no نقطة الثالثة تقول how many letters did you write لو have you written so far today هنا هي يقول لك اختار بين did you write اللي ماضي بسيط لو have you written مضارع تام بسيط طبعا هنا هاي الجملة انت اذا ما عندك معنى تعتمد على الدلال الدليل اللي يقيته هنا هو so far مضارع تام بسيط فراح اختار have you written اوكي اوكي جملة الرابعة look at the notice board there is an advert for English course I know I farag complete اكمل using already استخدم already and an appropriate verb وفعل مناسب طلاب هنا انا اجقالي اللي هم قايل استخدم already فاني مباشرة هاقول لها I have انتو مغمض حتتحصل درجة كاملة I have already I have already يقول له يجي فعل مناسب للجملة لقيت كلمة شنو look بما انه عندي look فراح اقول له seen شراح اقول له هنانا راح اقول له seen الفعل هنانا اوور السين مباشرة الضمير اللي نستخدمه هو it فراح تصير I have already seen it تاخد درجة كاملة خامسا I have had this car since low 4 november november نعرف شهر يعني شي محدد يعني فترة الزمنية محددة والفترة الزمنية محددة اختار since ما تعرف فترة محددة لو غير محددة اعتمد على الملاحظات مع since and for she has been talking on the phone since low 4 the last 20 minutes the last 20 minutes انا قاعد لك من تلقى كلمة the last احدفها اعتمد على الموجود بعدها الموجود بعدها 20 minutes 20 دقيقة من تشوف رقم كلمة من تهية بS وراها كوبار اختار 4 never touch a snake make a true sentence about yourself اصنع جملة حقيقية عن نفسك بيها never حلو طلاب عيني اول شي فاعل ماكو احنا من شوف داما صيغة النفر ما بها الفاعل الفاعل داما الوين تلقى تلقى بجملة او عفو بالمطلب المطلب عند yourself yourself من احول هي لا فاعل شي تصير الصراعي الاي تاخذ have بعدها يا طلاب اش راح اسوي راح نزل never هايا كلها موجودة ملاحظات عندك كاملة never بعدها الفعل تحول للتصريف الثالث touch يصير عندك touched خلي احب ساحة شوي اعفو touch يصير عندك شنو touched في التصريف الثالث ما touch اللي هو شنو touched و snake تكمل touched a snake i have never touched a snake عندك الجملة اللي بعدها you ever ride an elephant on an elephant put the verb in the correct form او شي عندي ever معناها مضارع تام بسيط تبهت اهنو ever بمانو عندك ever يعني معناها مضارع تام بسيط طلاب جملة المضارع التام البسيطة هنا لو مثبت لونه في لو استفهام شعندي اني عندي ever يعني جملة استفهامية فراح اصير have للفعل you have you ever والتصريف الثالث ما write يصير عندك written التصريف الثالث شنو written وتكمل الجملة الى آخره وتحط علامة استفهام واضح هذا الحل مرتك have you ever written يصير عندك have you ever written خلال مسحة تصريف الثالث زين نجي على نقطة التاسعة take taken تصريف الثالث arrive هاي مبينة يعني ما يرادل هشي هي اصلا منتهي منتهي بإيه فنضيف الهدي فقط حتى نحاول ها تصريف الثالث go gone زين meet شي صير صير عندك مت بالتصريف الثالث واضح تمرين الثالث يا شباب صفحة 95 تمرين d هذا التمرين شلو فكرته طبعا هذا جاي مرة وحدة بالوزاري خليها ببالك جاي مرة وحدة بالوزاري فقط جملة وحدة جاي هو موجود تمرين كامل بس جاي بين مرة واحدة بالوزاري ليش استاذ مرة وحدة ما كيف هم كتاب عدهم وهم وم روتهم اذا اجاوب ولك اجاوب ولك اما اجاوب ولك انت مرح تخسر شي واضح علي درستين بالامتحان مزاري طلاب هذا التمرين شنو رح ينطيك جملة ماضي بسيط جملة ماضي بسيط بيها دلائل وبيها سؤال خاصة بالماضي البسيط هناش رح ينطيك رح ينطيك فعل او جملة كلها تسويها شنو مضارع تام بسيط بس لازم هذا الفعل لمنطيك تجيب تخليه بالجملة شي تخليه عندك بالجملة رح عيد لك مرة ثانية ماضي بسيط هنانا شنو ماضي بسيط يعني جملة جملة ماضي بسيط هنانا منطيك فعل او نوت فعل قايل لك يا ابو هاي شوف اول شي تروح على هاي الجملة لما الماضي بسيط عرفك من هذا الفعل خير جملة الماضي البسيط اول شي اول خطوة تسويها نحذف كل شي خص الماضي شكوا شي بالجملة خص الماضي تحذف طلاب ركز لي صح صح شغل عقلك شكوا شي خص الماضي رح تحذف استاذ شنو يخص الماضي انا ما 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 اعرف الاساسيات كل شي ما عروف ما قارق بي ما فاتح الكتاب شون تتعتبر رأعتبر بس انا ما اعرف شي شكوا شنو الموضوع صالفة وما بيها انو انا صفر من انجليز نفرض شي انت جيت على جملة مع الماضي البسيط ش رح تحذف من عده شوف تبه رح تلقى بيها the last time عبارة كاملة the last time المرة الاخيرة او الوقت الاخير the last time المرة الاخيرة معناه تشخطها تحذفها رح تلقى was تحذفها رح تلقى كلمة last تحذفها رح تلقى كلمة first تحذفها وياها تحذف الفعل الماضي يعني اول شي شكوا شي ذن الخمسة ذن الخمسة اي وحدة تلقى بين تحذفها يعني الجملة هاي ماضي بسيط بيها واحد من ذن خمسة يعني واحد او اثنين او ثلاثة حتى تلجب لك خمسة تحذف خمسة جاب لك بس وحدة تحذف الوحدة جاب لك اثنين من ذن يحذف ان ثيان يعني لا تخلي انها ايا جدا رد تغطى شي سوي لان تحذف كاملة زين خطوة ثانية يكتب الفاعل الموجود بالجملة تنزل الفاعل الفاعل الموجود بالجملة طلاب حظائي طبعا انا ما نوهت لك الفعل الماضي لازم تحذف طبعا اصلا شو الفعل الماضي got met saw هاي الفعال الماضية خاف ما تعرف التلف الفعال الماضية شنو اي فعل ماضي تقعد انت تحذف اي فعل ماضي يجيك بالجملة شو سوي تحذف حذف الفاعل حذف الفعل الماضي تكتب الفاعل يعني انت مصف فايت الجملة حذف الذن الخمسة تجي هس على الجملة مرة لخ نفسها تنزل معدها الفاعل اول خطوة بعد الجملة بعد ما نزلت الفاعل تخلي low half شنو low half شو تخلي low half استاذ الفاعل المفرد half عفية استاذ الفاعل الجمع يعني خلي هاف ممتاز انت مصح صحوي اي بعد هش سوي شايف هذا الفعل شوف خطوة ثالثة انحول الفعل الى تصريف ثالث يابي حدفناه طب مرض عندي فعل انا قيل الاستخدمه اروح عجيبة وانزله هنا احول الى التصريف الثالث يعني استاذ الفعل القديم نهذفه طبعا تعذف العذا اوش قلت لك هاي ما يقال لك نهذف كل شي خص الماضي the last time was last first فعل الماضي تعذف هذاني يقول انت تعذف زين ورا ما حدفته انزل الفعل الجديد يا طلاب الفعل اللي هو منطين بس لازم احول الى تصريف الثالث مثلا منطين ب اسوي ها بين منطين مثلا س اسوي ها س منطين نو اسوي ها نون هيش اوكي بس انتبه اذا كان القوس من في يعني مثلا منطق نوت تفعل تش راح السوي هاز انت والها السوي هاف انت شباب انا مدحج لك هسه خطوات الحل انت هسه بس اصفنوا يا ايه بالامثلة راح اوضح لك كل شي بس اصفنوا يا ايه كل شي ما اريد ما عندك اريدك تفتهم 10% من الخطوات الحل بس 90% على الامثلة نضبط بس يعني اوكي فهس حدفناها جملة حطانا الفعل هذا الجديد بعدها نكمل اذا راح يصاد فك ان او اون او ات همين اذا ايش يسوي لهم تحذفهم وتحولهم الى سنس لقيت ان سير سنس لقيت ات سير سنس لقيت اون سير سنس وتكمل الجملة وتحط نقطة وينتهي الحل درجة اه اذا لقيت اقو نهاية الجملة ش لقيت لقيت اقو هاي احسب قبلها كلمتين واحد اثنين احسب قبلها كلمتين كلمة كلمتين الاقو لازم من تحذفها شا تحولها الى فور جيب الفور حتى قبل للكلمتين والله ما افتهمت انت ولا كلمة كل شي ما عرفت ادري كنت صعف نص 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 كل شي ما عرفت ما عندك بس اريدك تركز وعي الامثلة بالامثلة راح نوضح كل شي تعالوا يا اي طلاب بالامثلة راح نوضح كل شي انتبهوا يا اي هنا قال he got angry at lunch time الفعل بي شوف هسا الجملة he got angry at lunch time انت تعرف ان هاي الجملة ماضي بسيط وهنا الفعل بينقوسين قال اللي استخدمه حطه بالمضارع التام البسيط جيت على هاي الجملة اريد اجحله اوش لازم اصف الجملة احدث من عندها الماضي اي شي يدل على الماضي احدث الهي يدل على الماضي فاعل لا ما يدل اي فعل ماضي احدث angry ما احدث قال لك احدث هاني لا at بعد لتحدث لانش تايم موجود لطمذني كلمات لا اذا الخطوة الاولى انتهت ابوي خطوة الاولى شبيه انتهت روح الخطوة الثانية نكتب الفاعل الموجود بالجملة الفاعل منو هي ها وبعده اما هاز او هاف اما شنو هاز او هاف اهنان الهيش تاخد مفرد تاخد هاز نحول الفاعل الى تصريف ثالث الفاعل بيش يصير عندك بين دي تنتبه ايا خطوات حنش تغل عليها شباب الانقري تنزل الات تحذف وصير شنو صير عندك سنس وتكمل lunch time lunch طبعا هاي كلمة واحدة انا ما دمجتها كلمة واحدة كلمة واحدة هاي lunch time we last eight there in july not eat هسا انت ما افتهمت ممكن تعال على المثال الثاني نجي نحذف اول شي we ما تحذف last نحذف the eight فعل ماضي يحذف there ما تحذف in july هسا نعوف كل شي ما نحذف بعض خلاص نحذف الخطوة الأولى حذفات نحذف the last time was last first فعل ماضي نحذف هن رو على الخطوة الثانية خطوة الثانية يكتبوا الفاعل الفاعل منه هنا قافية واعلوي ويش تاخد تاخد have ها تاخد have آنش قتلك قتلك إذا كان القوس منفي صير haven't هسا القوس منفي ش صير haven't ونحول الفعل الموجود إلى التصريف الثالث eat في صير عندك صير عندك eaten we haven't eaten وينكمل الجملة there وصلت هذا in يحذف يصير عندك since ونكتب july july since july انت هسا كشي ما افتهمت صفانت هسا قلت أستاذ يعني ما اذا افتهم شنو يدي يصير تعال خلنا نضبط بقية التمارين وبقية الأمثلة أوكي رح نطيق صيغة تسوء شونا تجيب المتحار وانت شونا هيا بس مجرد أمثلة توضيحية هيا بس حتى نوضح الفكرة طلاب نعيد الملاحظات مالتنا أول خطوة نهدف ثاني خطوة نكتب الفاعل نحط وراء half low house الفعل الجديد نحطه بالتصيف الثالث نكمل عندي in on at عندي ago أحذفها وأحولها لأفور وقدمها على آخر كلمتين واضح رح أفهمك بالأمثلة البقية طلاب عيني صيغة السؤال بالامتحان شونا تجيك هذا صيغة السؤال استاذي أنها كل صيغة السؤال لي والله بالامتحان وزاري هالصيغة رح يجيب لك يقول لك complete the second sentence اكمل الجملة الثانية so بحيث that it has a similar meaning بحيث أنها تعطي معنى مشابه to the first sentence لهاي الجملة putting واضع the verb واضع عن الفعل in a bracket بين قوسيا in a present perfect واضع عن الفعل داخل القوس في زمن المضارع التام واضح واضع عن الفعل في زمن المضارع التام نجعل الجملة حلة they got married three years ago استخدم الفعل به نجي خطوات حد اول خطوة جايلك نحذف كل شي خص الماضي ذي ما تحذف القات تحذف لانا تخص الماضي فعل ماضي نحذفه خطوة الاولى ما عندك the last time ولا عندك was ولا last ولا first عندك فعل ماضي حذفنا بعدها نكتب الفاعل خطوة لولا انتهت روح على الخطوة ثانية يكتب الفاعل الفاعل ذي الذي اش ياخذ هاف له هاس اكيد اش رح ياخذ رح ياخذ هاف الفعل تحوله للتصريف الثالث بيصير عندك بين هاي المار التنزل لقيت ان اون ات لا بس لقيت اقو بما انه عندي اقو هاي الاقو شا سوي لها تحذفها تحولها الى four وتقدمها على اخر كلمتين three years three years هذا الحل ما لاته ما افتهم تستاذ يابا لا تفتهم تالع الجملة اللي بعدها he bought that motorbike a long time ago نجعل الحل اول خطوة نحذفش اكو شي يدعي للماضي الشي اللي يدعي للماضي الفاعل هذا ما يدعي للماضي bought ماضي بسيط فعل ماضي حدفنا ذات ما نهذفها motorbike ما نهذف time ago هاي ما نهذف كل شي ما نهذف بعض كل شي ما نهذف بس اول خطوة انتبه لعليه انتبه لعلى والخطوة انتبه لعلى الجملة ها يلا انتبه لعلى والخطوة انتبه لعلى الجملة ويايا زيان نكتبه لعلى الجملة نكتب الفاعل خطوة ثانية هي بعد الهي ياخذ هاف لو هاز اكيد ياخذ شنوة هاز نحول الفعل للتصفيف الثالث الهاف تصفيف الثالث مالتهات ها ذات موتور بايك هاي تكتب كليتها موتور بايك ألونغ تايم اقو الصير فور ألونغ تايم استاذ شون صارت هيتش عندي اقو شا تسوي لها تحذفها شا تحولها تحولها الى فور والألونغ تايم تنزل مو قيت لك تقدمها على اخر كلمتية لو ما قيت لك سمعتني قيت لك لو ما سمعتني قيت لك اي قيت لك عافية هسا نجي نخلي الخطوات مرحل ونحل لانه خلصنا جملة جملة ثانية رأى جملة ثارثة نانا شا قايلة بالجملة ثارثة قايلة the last time I saw her was in 2001 the last time the last time كلها شي تسوي لها باي باي مع السلامة so فعل ماضي تحذفه was باي باي مع السلامة دشوف وانت لازم تصف ببداية يا حبايبي يعني ما اي سنة تروح تحيل الغبل وما تصف صف ذني بس بالوزارة تموت قعد تحط اشخطات على هذا لا الكلمات تكتبين قل هاي راح ذف هاي راح ذف ونزل الباقي شوف الباقي شنو بقى عندك تعال اشتغله حسب الخطوة الثانية والثالثة الرابعة خطوة ثانية تقول انا نريد الفاعل فاعل i ال i ياخذ half low has ياخذ half استاذ انت ما انتبهت جل من فيه احنا انا صير لازم ممتاز صير عندك haven't الفاعل بالتصريف الثالث see she صير صير seen كمل her in صير since 2001 تنزل راح جملة اللي بعد she last went to the dentist in September she عوف last هاي تحذف last تحذف went فعل ماضي يحذف بعد باقي منحذ في كل شي بعد خلاص هاي راح الخطوة الثانية نكتب الفاعل فاعل she she تاخذ half low has تاخذ has وهي من فيه استاذ شوال عرفت من فيه وانا قايل not be not to fعل hasn't been زين to تنزل a dentist تنزل dentist a in صير since september تنزل وتحط نقطين جه اوكي يا طلاب يا حباي بتطبيق مباشر الله شاهد يعني ما عندك شي صعب ترى تطبيق مباشر عندك هذه آخر جملة the last time he wrote or found was six months ago طبعا احلت لك التمرين كل هو التمرين قلت لك مو كل شمون بالوزارة جاي مرة وحدة بس انا احل اي شي يجي قدام احل ما يهم لي يجاي مرة ما جاي يجيب لك خمس طالاف عشر طالاف مرة المهم ما احنا يكون لازم نحله حتى شنو حتى انت يكون كل شي عندك موجود واضح زيان هس اش قال اللي هو قال اللي the last time هاي اش السوي لها تحذف he فاعل عوف wrote فعل ماضي يحذف or تحذف ليش اللي راح شغلة اذا لقيت فعل وذا لقيت or او aren't خاف يجيب لخارجي وراها فعل هذني كل هني يحذف واضح هذني ش السوي لهم كل هنت ش راح بحذف لا تنسي قلت لك بعد ش السوي لهم تحذف was تحذف ابو ش سوي لهم تحذف six months ago نعوف هس خلصنا الخطوة الأولى نحذف كل شي خص الماضي حذف نحذف 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 لانه لا تربط لك بين فالش اللي يربط بين شغل لازم يحذف ويان خوان بقي واحد ما يصير ننزل الفاعل الفاعل من هو he he تاخذ هف له has has بس هنا انا شو بين قوس ينش قايل لك not be اذا six months ago اصير four six months وينتهي عندك لحظ طبعا هذا التمرين بشكل كامل يا طلاب يا حباي يعني ما عندك شي بعد داخل هذا التمرين كله من الالف لليا من الاي لزت هذا التمرين بشكل كامل صار عندك هذا التمرين صفحة 95 تمرين دي حالة لك تقدر تروح تشوف نفسك بالكتاب بقى عندنا تمرين واحد خاص بالمضارع التام البسيط رح نفصخ ونحل على المحاضرة الجاية حتى نختم المضارع التام البسيط المضارع التام البسيط 60% من قواعد اليونت الخامس يشمل يعني يمثل 60% من قواعد اليونت الخامس ضبط انت مضبط 60% من قواعد الوحدة الخامسة علي بالوزارة 4 درجات او 6 درجات لو 4 لو 6 استاذ ماكواقل لا ماكواقل لو 4 لو 6 درجات يجع علي بالامتحاني وزاري واضح يا طلاب لننتهي محاضرتنا شوفكم ان شاء الله بخير محاضرات اخرى وفي امن الله اشتركوا في القناة